أهلا بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل مبارح سيدة رئيس عبدالفتاح السيسي اتكلم عن إجراء الكشف الطبي على المقبلين الزواج ضمن تعدلات قانون الأحوال الشخصية واللي هيكون لي دور كبير في استقرار الأسرة وإنجاب أطفال بدون أمراض مزمنة خلونا نتكلم أكتر عن الموضوع دعونا نعرف تفاصيل أكتر عن أهمية إجراء الكشف الطبي معنا الدكتورة اللي منورونا في استوديو إيمان المركبي الأستاذ بقسم طب المخ والعصاب والطب النفسي بكلية وطب جامعة تعين شمس أستاذ تصلوا بالمتعدد مستشفى الدمرتش أنا وسهلا يا فندم أهلا وسهلا نوار خير أهلا بحضرتك كلمين عن الموضوع ده طبعا فخامة الرئيس مبارح أصور نقطة مهمة جدا واقتراح مهمة قوي علشان يبقى فيه تعديل في قانون الأحوال الشخصية خاص بموضوع الكشف المبكر قبل الزواج الحقيقة إحنا يعني ده مش موضوع مثلا نقول إنه هو يعني حاجة غريبة أو جديدة لا بالعكس ده إحنا بننادي بيه من زمان أنا عن نفسي في قسم المخ والعصاب إحنا بننادي بالقصة دي من زمان لأن معظم أمراضنا مثلا على سبيل المثال بتسبب إعاقة الشلة الرباعي فيه أطفال بتموت بدري زي مثلا أمراض اللي هي الدمور العضلي الدمور العضلي الشوكي فيه أمراض كتير عندنا الحقيقة وراثية ولو اكتشفناها بدري قبل الزواج فإحنا كده بنمنع حدوث يعني جيل أو زي بنقول أسرة كلها مليئة بالمعاقين واللي هو الشلة الرباعي الأم والأب يفضلوا بس يشيلوا ويحطوا في الولاد طول حياتهم فطبعا حياة بتبقى كئيبة الأطفال نفسهم لما بيكبروا مشكلتهم إنه ممكن زكاءهم يبقى كويس لكن في إعاقة يعني على كرسي بعجل لكن مخه شغال فيوضي يقولك أنا أمي وأبويا جابوني ليه يعني جابوني إن حياة عزبوني هو ده كلام جميل جدا وفاهمين إن إحنا بنتفادى الدولة بتتفادى أو الأسرة إن هي تجيب أطفال يعني بالضبط فيهم مشكلة ولكن واحد بيحب واحد تمام وراحوا للقاضي هل القاضي ده حيبقى رأيه استشاري طبعا أنا عايزة تجوزها وهي عايزة تتجوزني هقول لحضرتك جيل قاضي قال لا أنتوا ما تنفعوش مع بعض هقول لحضرتك ما هو ممكن يسافروا برة تجوزوا يا فاند ما أنا برضو ما أنا أقول لحضرتك هو بيحصل إيه بقى إحنا الهدف من الموضوع ده مش منع الزواج زي ما الناس فهمها الهدف منه إن فيه أمراض ممكن نعمل احتياطات معينة يعني مثلا هديك مثال فيه أمراض مثلا بتنتقل في الأولاد أو بتيجي في الأولاد ومتجيش في البنات فممكن مثلا على سبيل مثال إن لو حصل حمل فيه مثلا النوع اللي هو هيبقى مصاب زي الولد مثلا يبقى أثناء الحمل إحنا بنتبع الموضوع ده ونعرف إن فيه مشكلة فالناس دي تاخد احتياطاتها يعني رأيه استشاري غالبا هيكون استشاري إلا لو المرض ده هيكون يعني عبء جامد على الدولة يعني هل معقول أنا راح أتجوز فهيقول لك لا مش هتتجوز يعني دلوقتي إيه إحنا افرد أنا قلت لك إنت خلاص مثلا الحلة دي هتنجيبه أطفال كذا الناس دي لازم تبقى عايزة تعمل احتياطاتها يعني أنا يعني بقول لهم في البداية أن أنت هتجيب مرض وراسي خطير هيسبب مثلا إعاقة للأطفال هيطلع أطفال عندهم مشاكل عقلية الكلام ده كل وبنعرفه إن أنت لازم تعمل مثلا منع حمل وإن إحنا ما نخلفش علشان ده هيبقى عبء على الدولة وعبء على الأسرة ما أخلي بالك ما هي الأول الأسرة هي الركيزة طبعا وبعد كده المجتمع وبعد كده الدولة فأنا لو أنا كل واحد بوز الأسرة بتاعته طب ما كده في الآخر ما الدولة كلها هتبقى مليانة معاقين يعني إحنا عايزين حاجة اسمها الزواج الصحي اللي إحنا بنعمله ده هو الزواج الصحي إن أنا أضمن أجيال صحيحة على قد ما نقدر خلي بالك أنت مهما عملت مش هتقدر تمنع الحاجات دي لأن في حاجات بتبقى الأم سليمة والأب سليم والعيلة سليمة وما فهمش أي حاجة وبرضه يجيبه طفل عنده مشكلة دي بقى بتاعت ربنا لكن إحنا الحاجة اللي قردي العيلة منتشر فيها هديك مثال في حاجة اسمها سلاسيميا سلاسيميا ده مرض في الدم في حاجة اسمها أنيميا الخلايا المنجلية في حاجة اسمها أنيميا البحر المتوسط الحاجات دي كلها معظمها بتبقى ورصية الحاجات دي برضو الأسرة تاخد بالها وتبقى عاملة حسابها إن أنا والله هجيب طفل عنده سلاسيميا تاني ما هي شافت في قريبها عاملين إزاي طول النهار نقل دمه دي أعباء كلها على بنوك الدم لبقى أنا كده بدل ما بنك الدم هيغطي على الحوادث وما أكثرها في العالم كله لا ده إحنا هنقعد نعالج في أطفال مدى الحياة محتاجة دم طول العمر يبقى أنا وفرت قد إيه دم ده مثال بسيط جدا طيب إحنا بنتكلم على 254 ألف حالة طلاق سنويا بالزبط وبسبب الحاجات تتعدد الأسباب مش هنقول أنه ده السبب الوحيد لكن تتعدد الأسباب فيه أسباب كثيرة جدا جدا لكن خلينا نقول لما الحياة تبقى مستحيلة بين الزوج والزوجة بيبقى فيه بيتفعلوا تماما هم الأطفال هل حاجة زي دي هتقلل من نسب الطلاق يعني أنا عارف أكيد أنا عارف واحدة تتجوزت وبعدين أول ما خلفت خلفت طفل معاق أول حاجة جزء قال لها أنا هتطلقك ليه؟ مش عايزة أقولك أن الاثنين واحد مهندس والتانية دكتورة قال لها هتطلقك ليه؟ معتقد أن ده ينتشر في الأولاد التانية في حين أن دي كانت نقص أكسوجين يعني حصل مشكلة الماء في الولادة فحصل نقص أكسوجين دي حاجة مش ورصية ولكن إيه اللي بيحصل هو عن يعني طبعا هو مش دكتور فمش فاهم قال لها خلاص إبقى أنت كده هتخلي في أبناء كلهم عندهم نفس الموضوع ده لأ إحنا نتطلق فشوفي الوعي يعني حتى ما بين مهندسين وبين ناس معاها شهادات قبل الجواز لازم يبقى فيه مشورة طبية اللي بنسميها كاونسلينج يعني إيه كاونسلينج؟ يعني العرسان الاثنين اللي هيتجوزوا بيتقايد معهم وبينفهمهم يعني إيه جوز إحنا عايزين يعني إيه زواج عشان نعمل حاجة اسمها زواج صحي المفروض إن حضرتك وحضرتك تخلفوا أطفال أصحاء مش ممكن إنتوا حلم حياتكم إنكم تخلفوا أطفال معاقين يعني مش معقولة يعني 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 فهمت زي أنا هقرف نفسي وهدخل في علاقة عشان أخلف أطفال تبقى عبق علي عبق مادي عبق نفسي خلي بالك الأب والأم نفسين بتحطموا أنت كل يوم شايفة طفل قدامك لا بيكبر ولا بيعرف تنفس كويس وكل يوم رايحة وراحة بمستشفى فإيه الساعدة في كده يعني ده بالعكس بقى ده أنا وانا سينجل كنت جميلة وعايش حياتي ماشي بس يعني حد في النهاية ده مشروع قانون لسه ما بالضبط هو لسه طبعا تحت الدراسة يعني لسه ما تحددشي هل القاضي اللي حيتعرض عليه التحليل الطبية دي بالضبط حيكون رأيه استشاري مش قاضي بس مش قاضي بس بيبقى معايا استشاري دكتور من وزارة الصحة لو حدك برضو سمعت الخطاب مبارك هيبقى معايا استشاري من ده اللي حيقدمه الأوراق لا هيبقى المشورة ما بينهم هما الاتنين يعني الدكتور ده هيشوف الأوراق مثلا يعني مثلا مرض زي دمور العضلي الشوكي أنا أنا عن نفسي شفت حالات دمور عضلي شوكي صحيح ما كانوش جنسيتهم مصريين يعني ولكن الأم بالضبط كده مات منها تلاتة بس ده هيقضي على زواج الأقارب ولسه عايزة تخلف تاني تقولك ما أنا نفسي في حد سليم طب محررك مش هتخلف حد سليم خلاص أنت جبتي تلاتة عندهم دمور عضلي شوكي منتظرة يعني الرابع هو اللي هيبقى سليم أنا مع حضرتك بس ده مش يعني هيقضي على قصة الزواج الأقارب يعني أنا النهاردة لو بنحاول دلوقتي احنا بنحاول فعلا نقلل ونحد من زواج الأقارب لأنه بيسبب فعلا المشاكل الوراثية بصورة عالية جدا ليه؟ لأن أنا مثلا لو أنا عندي المرض أو في عيلتي يعني وزوجي ابن خالتي وعنده نفس المرض يبقى أنا كده الجينات دي معززة ومكثفة ومركزة لدرجة أن احنا أول ما نخلف أول بيبي ممكن تطلع في كل العبر العبر كلها فطبعا كده يبقى أنا معلش ده أنا بأصل صفة وراثية أنا عايزة أخلص منها ومالهو إيه فايدة العلم يعني معلش يعني إحنا وصلنا لكل الحلم والجينات والتطور والكلام ده كله عشان ما نستخدمهش وإحنا لازم نستخدم يعني لازم نستخدم اللي أنا وصلتله في الوقاية من الأمراض اللي هتبقى عبق مادة على الأسرة سبب في طلاق مبكر زي بحريك قلتي عبق على المجتمع خلي بالك أنا دلوقتي أنا يعني فيه واحدة كان عندها أربع أطفال دمور عضلي مرض اسمه دوشان دوشان ده مرض عضلي معروف عندنا يعني الطفل بيبقى من صغره من سن خمس سنين واللي حيب يبتدي يحصل ضعف وبعد كده بيقعد على كرسي بعجل مفيش خلال كم سنة عندها أربعة بهذا الشكل إيه المتعف كده يعني ما عليش حدك إيه المتعف إن أنا أخلف أربع أطفال معاقين وعندهم دمور عضلي وأفضل أشيلوا وحط فيهم طبعا إيه المتعف كده وبعدين الطفل نفسه هو متعذب يعني هو مش عايش حياة كويسة فإحنا بنعمل إيه الاحتياطات بتتقلهم من الأول المرض دوت لو ليه علاج أو ليه حاجة قد دينا هنعملها طب لو ملوش يبقى برضو هما يبقى عارفين خطورة هذا القرار اللي هما بيتخذوه ومعليش بقى هما براحتهم بعد كده يعني زي ما حريك قلت والله هو بقى مصر عايز يتجوزها بقى بيحبها وما خلاص بالضبط ده سؤالي يعني فكرة الكشف المبكر قبل الزواج ده موجود من زمان لكن مش مكانش إلزامي بالضبط هل النهار ده أنا حاب حريك تاخدينا كده في العملية دي واحدة واحدة هل أنا دلوقتي هنعمل الكشف المبكر بعد كده هروح للقاضي هيشوف في الورق ومعه طبعا الاستشاري لو لقوا الدنيا تمام أوكي بيوافق لو ملاقوش بيقولولنا أو أنه بيقول لحضرتك إيه الاحتياطات اللازمة لأن معنا دكتور من وزارة الصحة يبقى إيه الاحتياطات اللازمة لو إحنا عندنا مرض وراسي أو نسبة المشكلة مثلا المرض الفلاني نسبة انتقاله للأطفال كذا لو هو حاجة بسيطة وحاجة مشتهم لمشكلة كبيرة مفيش مشكلة القاضي هيوافق على فكرة يعني احنا بنتكلم في الحاجات الجامدة أو الوراسية يعني الحاجات اللي فعلا فعلا بتعمل مشكلة تلاقي الأب العارف يروح شغله حداكت خيالي عندك بعد الشر يعني أربع أطفال عندهم شلال رباعي مين هيروح شغله أصلا يعني الراجل هيسيب البيت إزاي ويسيب الزوجة بأربع أطفال معاقين وينزل يروح الشغل وبعدين لو راح الشغل هيجيب فلوس قد إيه انت عايزة معلش يعني هما بيفضلوا يلبسوا بامبرز لأنه هو ما بيخش الشتويلت يلبس بامبرز قرح فراش مفيش حركة شيل حط يعني المستوى الاجتماعي دمرت المظاقة آه مفيش أسرة أصلا طب في حدي حقيقي يقول لحضرتك أنتو يعني المستهدف من هذا الأمر مش كده بس إحنا يعني هل إحنا الوحيدين اللي عملا الموضوع ده ولا في دول غير نعمل لا في دول تانية الحياة السعودية طبعا عملا الموضوع ده وده الحقيقة يعني إحنا زيان بيقول لحضرتك إحنا مش بنعمل حاجة اختراع لا ده حاجة المفروض تتعامل فعلا وإحنا المفروض فعلا نبتدي نعملها يعني السعودية عملا نفس القصة وطبعا خلي بالحضرتك أن في نقطة تانية الكبد الوبائي الـ AIDS الـ HIV خلاص الكبد الوبائي طبعا بي و سي والـ HIV دي مهمة جدا كمان للبارتنر للشريك الحياة واحد عنده كبد وبائي سي واحد عنده كبد وبائي بي طب ما الحاجات دي لازم أقول للـ هتعدي الشخص التاني يعني حريك ممكن ما تقع يعني آه بتحبي واحد هي دي بقى الحاجات المهمة رحتي بقى لقتي بتحبي واحد وطلع عنده AIDS هتعمل إيه هي دي حاجة مهمة جدا هتقولي له هتجوزك لا معلش بعد هتحريك بقى بتنتحري ده موضوع تاني يعني هو أساسا هيموت خلال كذا أو مثلا علاجه مكلف بصورة رهيبة الدواء بتاعه غالي جدا ونتايجه برضو مشي اللي هي يعني شفاء تام يبقى إذن حضرتك بتنتحري يعني فإحنا هنجيب الشخص ونقول له والله بالفحص قبل الزواج وجدنا إن العريس اللي متقدم لك ده عنده AIDS هتعمل إيه بقى تقولي له لو الله بحبه لا ماكيش حد هيقولك بحبه بقى ساعتها ده إحنا هندوره وجاله الـ AIDS منين هو إيه الموضوع يبقى إذن هيتكشف لي حاجات مفيدة ليا يعني ده معلومة هتفدني إن إذا كان جاله الـ AIDS من نقل دم إذا كان جاله من أي حاجة أو تفر اللي جالي فيه برضو من نوع من أنواع الكشف في الطب المباكرة إنك بتقدر يتعرفي من خلاله هل الشخص ده أو سواء الراجل أو ست يعني نسبة نوعه بزبط يخلفه قد إيه طبعا طبعا وفي السيدات بنعمل سونارة على البطن نشوف إذا كان فيه تكايس مبايد الموضوع ده بيعوق الخلفة شوية صحيح مش بيمنعها لكن بيقللها فعلى أقل بنقول للشريك الحياة تعرف تحل الموضوع بالتري إن حضرتك هي عندها شوية تكايسات وممكن بشوية علاجات إيه وتبويض وبتاع الدنيا تمشي يعني مش إن إحنا هنقوله إن إنت مش هتتجوزها الناس فهمة غلط الناس فهمة إن إحنا كل اتنين جايين هنطلع لهم القطة ترفضصة عشان ما نجوزهمش لأ بالعكس إحنا هنقول لهم إيه اللي احتياطات المفروض تعملوها في حالتكم أنتو تحديدا يعني بالعربي كده كأننا بتشوف المستقبل يعني بالضبط كده كأنك رايحة لحد تقلينوا والنبنة إيه إيه اللي هيحصل لي صحيا ونفسيا وأكيد بطريقة علمية أكيد الدولة مش هدفها أبدا إن هي تقلل نسب الزواج بالعكس ده عايزة تقلل نسب الطلاق بالضبط عكس من نسب الطلاق اللي إحنا بنتكلم في 200-54 ألف حالة في السنة ومعظمهم ما بين سن 18 سنة إلى 20 سنة أنا بعتبر سنة 18 إحنا عندنا في الطب بنا أعتبر سنة 18 على فكرة أطفال الأبر لمت بتاع الطفولة هو 18 فتخيالي حديك أول ما بينتك تكبر كده وتطول حبة تقول لها طب يلا تجوزي اللي عندها خبرة ولا بتفهم في الناس وممكن أي حد يضحك عليها يقول لك المتين حلوين تحبوا وهو أصلا يعني يطلع عن الصعب مثلا يعني الحتة دي بيبقى لسه الوعي والإدراك والخبرة الحياتية تقريبا صفر يعني فطبعا مش حلو قوي إن إحنا نجوز أولادنا وهم صغيرين نسابهم ياخدوا خبرة شوية في الحياة يتعلموا يشوفوا ناس يحتكوا بناس ياخدوا صدمات مش لازم أول صدمة تبقى الطلاق يعني صدمة كبيرة يعني صدمة كبيرة وبعدين بتتحسب على البنت وتحسب على الراجل على فكرة يعني بتتحسب عليهم إن دي فيه زيجة أولانية طب وليه؟ وبناء عليه لو حبينا نلخص الموضوع في نقاط محددة أهم الأمراض اللي ممكن نكتشفها مبكرا في حالة يعني إجراء هذا الكشف واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة جميل، حلو قوي زي ما قلنا الحاجات الخاصة بالشريكين نفسهم اللي هم الكابد الوبائي C و B والإيدز ودول خطيرين لأنهم بنتقلوا للبارتنر اللي هو الشريك الحياة وللأطفال كمان يعني هي الخطورة كمان بينزلوا في الأطفال إذن عندك دول الثلاث حاجات المهمة حاجات بقى الدم اللي هي الأنيميا المنجلية الأنيميا البحر المتوسط الثلاسيميا ودي أمراض برضو مزمنة في الدم وبيفضل المريض ياخد ساعات دم ياخد علاجات طول مدى الحياة إيه تاني غير كده؟ أمراض نحن اللي هي بتاعة الأعصاب زي الدمور العضل الشوكي لكل الناس عارفة الحقنة بتاعته بقى الدقيه وغالية وبترهق طبعا كهل الدولة بيها طب إحنا لو منعنا أساسا الأطفال دي إن هي تيجي بكسرة يبقى إحنا بنحافظ على موارد الدولة برضو والموارد الصحية يعني إننا حتى المبلغ ده للصحة ممكن نحطه في حاجة تانية تكون يعني تعالج مرضى أكتر واخد بالك لو إحنا منعنا هذه الأعداد اللي عمالها تيجي بكسرة يعني غير كده فيه أمراض كتيرة جدا وراسية زي زي ما قلنا الدشان اللي هي أمراض العضلات والحاجات دي كلها فيه أمراض كتيرة زي تصلب المتعدد الحاجات دي كلها طبعا تصلب متعدد مش بنمنع الخلفة ولكن بيبقى لي تأثير ولكن بنقول مثلا مريض تصلب بلاش تتجوز واحدة تصلب صحيح على أي حال ده توجيه رئاسي للحكومة المصرية بإن إحنا نعمل بعض الإجراءات الخاصة أو الكشفات الخاصة لقبل الزواج من أجل تقليل نسب الطلاق ربما سمعنا هنا الجانب الطبي ربما في الأيام القادمة في صباح القرية مصر سنستعرض زوايا أخرى زوايا متعلقة بالطلاق وتأثيره على المجتمع زوايا متعلقة أيضا بالجوانب القانونية والتشعيلة وفيه أغضي في هذه القصة الموضوع سيبقى عامل إزاي من قصة الدين والشريعة الإسلامية كلمنا طبيا في التوجيه الرئاسي الخاص بهذا الأمر مع الدكتورة إيمان المراكب الأستاذ بقسم طب المخ والأعصاب في كلية الطب جامعة عن شمس شكرا جزيلا لك دكتورة العفو وصباح الخير يا مصر وإن شاء الله بإذن الله نستفيد من القانون الجديد دوت إحنا بنعلم هو مش قانون هو مشروع قانون هو لسه ما بقاش مشروع قانون هو توجيه رئاسي للحكوم صحيح شكرا جزيلا لفندم